تحاول أن تحل صفحة 23 نحن نتعذف علي في الشكل المجاور لدي ABCD شبه منحرف ما معنى شبه منحرف الشبه المنحرف هو عبارة عن شكل رباعي فيه ضلعين متقابلين فقط متوازين بسميهم القاعدة إذن الشبه المنحرف هو شكل رباعي يعني إلو أربع أضلع فيه كم ضلعين فقط ضلعين متوازين لحظة متوازي الأضلع فيه كل ضلعين متقابلين متوازين ولكن الشبه المنحرف فقط ضلعين متوازين هنا AB يوازي DC شو عطونا إذن نشوف شو عطونا AB لاحظوا AB يساوي 2 هذا الضلع بالأسفل يساوي 2 تمام كمان وBC4 وBC4 وCD CD5 هذا الضلع 5 وآدي آدي كله تمام دادي وكمان عطونا النسبي NA على ND يساوي نص NA على ND يساوي نص والمطلوب شو مطلوب بنا احسب NA فاصل ND عطونا نسب دادي هني ما بدون نسب دادي بدون طول كل منهم إذن من النسبة الآتي عطونا النسبة لدينا NA على ND وساوي نص أنا بعرف طول آدي كله 3 من هو آدي هو مجموع آ N زائد ND شو طوله 3 وعندي نسبة القطعتين طلاح في هذا التناسب اللي قدامنا في هذا التناسب يوجد مجهولين A ما بعرفه ND ما بعرفه ولكن A زائد ND يعطي AD ما بعرفه هو 3 معناته رح نستخدم خواص التناسب ونسبت البسط ونجمع البسط للمقام حتى نحسب A إذن أشغل نعملنا حسب خواص التناسب ثبتنا البسط وجمعنا البسط للمقام جمعنا البسط للمقام A N جمعناها ND والواحد جمعناها لتنين واحد زائد ثنين ثلاث A N زائد ND هي نفس AD AD شط ثلاث قال A N على ثلاث يساوي واحد على ثلاث نختص الثلاث بالمقام هون مع ثلاث من الطرف الآخر بيطلع عنا A N تساوي الواحد وهو المطلوب يا تاسع إذا A N طلعت معكن واحد A N أي واحد تمام معناها معناها شط ND كل القطعة ثلاث وشئفي من نواحي معناها اللي بقت طول اثنين إذن A ND تساوي ثلاث ناقص واحد معناها ND تساوي ثلاث وهو المطلوب طلب الثاني برهن أن BM منصف داخلي للزاوي ABC BM وين بقى BM هاي BM منصف داخلي للزاوي ABC لهذا الزاوي حتى برهن منصف داخلي لازم يتحقق عند التناسب والتناسب بيجمع أربع قطع قطعتين هني طولي الضلعين والقطعتين اللي بقوا النسبة اللي بقيت هني عبارة عن جزئي الضلع اللي أسمى المنصف BM طيد كيف نحسب نقل بالصفحة ونبدأ بالطلب طبعا هذا أثبتنا نبدأ بالطلب جديد هلا أنا عندي طول BC 4 هذا BC 4 وعندي طول AB 2 فأنا حتى أثبت BM هو منصف للزاوي بي لازم روح شكل تناسب شو التناسب هو عبارة أثبت إنه النسبة الأولى التي هي مثلا MA على MC تساوي AB على BC AB عند إياها وBC عند إياها ولكن نسبة AM على MC ما عنده أنا أنا ما بعرف شي عن IC عن الضلع AC ما بعرف لا طول ولا القطع اللي فيش الطولة طيب أنا بس ما بدي أطوال أنا بدي النسبة كيف بدي أعرف النسبة لحظ نحن نستفيد إنه حطينا NM يوازي هاي الأطع NM توازي DC تمام في المسلس ADC هذا المسلس ADC هذا المسلس تمام فيه NM يوازي DC لأنه NM يوازي DC خرج طبي دالس في المسلس إذن حسب دالس في المسلس لأنه NM يوازي DC فحسب دالس في المسلس AM على MC تساوي AN على ND بدبعيد إذن لأنه نحن NM يوازي DC في المسلس ADC فحسب طبي تالس في المسلس خط التناسب AM على MD يساوي AN على AN على ND تمام AN كان موجود هون AN أو NA نفس على ND موجود نص روح بعوضة هيك بكون أنا حسب النسبة الأولى AM على MC رح ناخد نسبة الضلعين اللي بقوه لدينا AB AB على BC 2 على 4 AB طوله 2 BC طوله 4 2 على 4 نص لاحظ منها دي الدنتين منها دي النسبتين ايش استفدنا أليس AM على MC تساوي AB على BC ويساوي نص AM على MC ساوي AB على BC ويساوي نص نبنى نقراح على الرسم AM على MC ساوي AB على BC معناها تطبقت قدرنا نسبة شرط المنصف الداخلي نكمل نقول حسب مبرهنة العكس للمنصف الداخلي في المسلس ABC يكون BM منصف داخلي للزاوي BE وهو المطلوب كان مطلوب من نسبة BM منصف داخلي وهيك يكون استكناع أخذنا مثالين عن مبرهنة العكس للمنصف الداخلي ختام حصتنا الدرسين تكون قد تعرفنا على مبرهنة المنصف الداخلي وعكسها وتعلمنا كيف تطبيقهما في المساعد في الدرس القادم بإذن الله سنتعرف على المسلسات المتشابهة دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر